وغنى في ختام هذه الخطبة هنا تنبيهان التنبيه الأول بعض الناس إذا قابل شخصا قال يريد هو يريد هذه نيته يريد أن يعرف بنفسه يقول محسوبك فلان أو حسيبك فلان إذا سلم عليه قال محسوبك فلان بل إن بعضهم يشير إلى جسمه من باب التعريف لكن هذه الكلمة خطأ محسوبك فلان فلان ما ينفعه شيء يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الإخناء قال وهذه الكلمة حسبي الله لا تجي إلا لله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا بعض الناس يقول محسوبك فلان فيجب أن يبتعد عن هذه اللفظة مع أنه لا يريد هذا المعنى لكن الألفاظ المهمة يجب أن يبتعد عنها التنبيه الثاني والناس يقولونه وهم يريدون معنى آخر مثلا الإنسان ظلمه شخص يقول حسبي الله على فلان حسبي الله عليهم حسبي الله عليك بعد البحث في الأحاديث وفي الآثار وحتى فيما يتعلق باللغة ما وجدت لهذه اللفظة ما وجدت لها أصلا الإنسان لما يقول حسبي الله عليك أو حسبي الله على فلان أو حسبي الله عليهم على أناس معينين فهنا يريد أن الله عز وجل ينتقم منهم لكن البعد عن هذه اللفظة أو لا وإن كان يريد معنى طيبا لكن ماذا يقول يقول حسبي الله ونعم الوكيل هذه أنفع لك أولا الآثار والأحاديث أتت بها يعني إذا ظلمك شخص قل حسبي الله ونعم الوكيل فيها فوائد أولا أن الآثار والأحاديث الصحيحة أتت بها ثانيا أنك تركت لفظا موهما لأن التحسب هذا هو يسمى بالتحسب شيخ الإسلام رحمه الله يقول التحسب هو التوكل على الله فلربما انقدح في الذين وهو لي أنقدح معروف لكن أنا أريد أن يعود الناس ألسنتهم على النطق الصحيح التحسب هو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذا قال تلميذه ابن القيم التحسب هو التوكل على الله فلو قال شخص فلان تحسب على فلان قد يكون منها معنى ليس مناسبة فإذا إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل إذا ظلمك شخص أو اعتدى عليك شخص فقل حسبي الله ونعم الوكيل كما جاءت به السنة والآثار هذا أولا ثانيا تبتعد عن الألفاظ الموهمة ثالثا إذا ظلمك فقلت حسبي الله ونعم الوكيل هذه الكلمة قد ينتقم الله عز وجل من فلان يعيد الله عز وجل لك حقوقك من فلان لكن الناس إذا قالوا حسبي الله على فلان يريدون أنه ينتقم منه لما ظلمه أو لما أخذ حقه لكن إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل تدخل فيها معان أن الله ينتقم منه أن الله عز وجل يعيد إليك حقوقك منه فهذا أسلم وأولى لي المسلم مع أنه مع أنه لو ظلمت فالأفضل فالأفضل أن تعفوا لقوله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا كما ثبت عند مسلم من حديث أبي وريرة رضي الله عنه إذن ابتعدوا عن هذه إذا ظلمك شخص أو أخذ منك حق الحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل تشمل لك أمورا عظيمة جليلة بعض الناس وهذه أندرج تحدى التنبيه الثاني وقد يكون تنبيها ثالثة المهم بعض الناس يقول الله حسيبك الله حسيبك حسيبك الله حسيبك الله هذه بعد البحث في الأحدث وفي الآثار لم أجد لها أصلا من حيث اللغة نعم جاء من حيث اللغة قال ابن منظور كما في لسان العرب إذا قال الشخص الله حسيبك يعني انتقم الله منك وقال الأنباري الزاهر في أقوال الناس قال رحمه الله قال الله حسيبك يعني عالم بك ومقتدر وكافي ومحاسب يقول تشمل أربعة معاني يعني الله لما تقول لشخص الله حسيبك يرجع هذا إلى ما قاله ابن منظور الله ينتقم منك من حيث المعنى لا إشكال في ذلك لو قالها الإنسان لكن الأفضل كما سلف فيما مضى حسبي الله ونعم الوكيل وهذه تختلف الله حسيبك تختلف عن حسبي الله عليك الله حسيبك يعني الله عالم بك فينتقم منك مقتدر فينتقم منك محاسب أي يحاسبك على ظلمك كافي يعني أن الله عز وجل سيكفيني أمرك فإذا الخلاصة الخلاصة قل حسبي الله ونعم الوكيل فيما لو ظلمت هذا هو الأولى والأحسن بك وليعلم أن كلمة الله حسيبك لم ترد في الآثار إلا في آثر واحد وأريد أن أنبه عليه لأنه مهم جدا وهو ما ذكره الطبري في تاريخه ويذكرون حديثا وخذ قاعدة يا أهل السنة خذوها قاعدة الرافض وأصحاب الفرق الضالة يأتون بأحاديث وبآثار ويقولون هذه موجودة في كتبكم مثلاً في تاريخ الطبري خذ قاعدة ما يذكره أهل السنة كالطبري في تاريخه ما يذكره لا يدل على أنه صحيح ويقول ذلك بعض الناس حتى من أهل السنة مسكين ما عنده علم حتى لو يقل إنه طالب علم يقول نقل ذلك ابن جرير الطبري فيوقع الناس في شبه عبر قنوات فضائية أو عبر وسائل التواصل سبحان الله لأنه ما قرأ ما قاله ابن جرير الطبري لأن ابن جرير الطبري يجمع يجمع ويذكر الإسناد وقال في تاريخه انتبه قال وما ذكرته مما لا يستسيغ عقلا أو يشنع على الماضين فإنما نقلته هكذا عن من نقلته عنه والخلل عن من نقلته عنه وقال في موطن آخر قال وليس كل ما أذكره يكون أصلا يعتمد عليه هذه قاعدة خذ عندك لما تذكر قصة لا تلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تلق بالدين انتبه يقول ذكرها ابن جرير الطبري ومن بين ما ذكر في كلمة حسيبك الله ذكروا أن طلحة ابن عبيد الله جمع الناس في وقت عثمان رضي الله عنه من أجل أن ينال الخلافة وأن يخرج على عثمان رضي الله عنه فجرى ما جرى حتى إن علي رضي الله عنه قسم على الناس من بيت المسلمين فخرج من كان عند طلحة فأتى طلحة لما لم يبق عنده أحد وقال لعثمان قد أردت شيئاً أحال الله بيني وبينه وجئتك تائباً فقال عثمان بل جئتني مغلوبة والله حسيبك يا طلحة هذا لا يصح هذا لا يصح ولدك لما نظرت في سنده ذكره إبن أبي إيشام مولى عثمان قال عن شيخ من الكوفة عن شيخ آخر فيه مجهولان فيه مجهولان فيه مجهولان حتى من ذكره قبله ابن جليل الطبري بهذا السند وهو في تاريخ المدينة ذكره عمر ابن شبه بنفس السند انتبه خلاصة القول هذه قاعدة لك قاعدة لك إذا سمعت أي قصة أو أي أثر حتى لو من أشخاص من أهل السنة وتصدروا في وسائل التواصل أو في القنوات الفضائية مما يشنع على الدين أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على الصحابة رضي الله عنهم وينسبه لبعض كتب أهل السنة فتوقف عنده ولذلك ابن كثير ينقل عمدة كثير من المؤرخين انتبه عمدة كثير من المؤرخين كابن كثير وذهبي عمدة هؤلاء في نقل ما يكون في التاريخ عمدتهم على ابن جرير الطبري محمد ابن جرير الطبري رحمه الله وابن جرير الطبري سمعتم كلامه